اشتركوا في القناة في حصة خاصة مع فوروما التحرير فوروما التحرير الذي يحتفل اليوم مع باقي مجموعات او جمعيات الكشافة الاسلامية سواء كانت الكشافة الاسلامية الجزائرية او قدم الكشافة الجزائرية باليوم الوطني للكشاف أو اليوم الوطني الكشافة الإسلامية لمشاحة في الاستلاح المهم هو عيد للكشافة الجزائرية وللكشافة الجزائرية الحصة الأولى خصصناها أن تكون لقدماء الكشافة الإسلامية واحتفالهم بهذا اليوم الوطني في ذكراه الواحد وثمانون هذه الذكرة المزوجة مع استشهاد البطل الجزائر محمد براس مؤسس الكشافة الإسلامية يحضر معي اليوم المحافظ الولائي لقدماء الكشافة الإسلامية سيا علي بوخشبة أهلا وسهلا بك القايد أهلا وسهلا تحية لك ولكل متتبعي قناة تحرير ويب تيفي وتحية كشفية خالصة لكل منتسبية لحركة الكشفية عبر ولاية الواد وعبر الوطن أيضا معي أيضا قبيل عبد القادر ومحافظ الولائي في قسم التدريب والتكوين أهلا وسهلا بك يا قائد أهلا وسهلا بك سحية صباحية عطرة لجميع عمال قناة تحرير شكرا على الاستضافة بمناسبة الاحتفالات اليوم الخاصة بيئة اليوم مواطنين الكشافة نعم سيد القايد علي اليوم تمر على ذكرى استشهاد البطل المغوار محمد بوراس مؤسس الكشافة الجزائرية أو الكشافة الإسلامية الجزائرية والذي اعتبرها شخصية بارزة قيادية نية الظالية برزت أيام الاستعمار وكان للكشافة دور كبير في تنشئة وتربية كثير من الرجال الذين أصبحوا فيما بعد مجاهدين وستطاعوا أن يحروا الجزائر من ربق الاستعمار لو تحدثني كلمة بمناسبة هذه الذكرة أولا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الوطني للكشاف والمعروف بذكرى استشهاد رائد ومؤسس الحركة الكشفية بالجزائر الشهيد محمد بوراس هي ذكرى عزيزة على كل من يحمل في قلبه حب الكشفية وتربى وترعرع في هذه المدرسة العريقة اليوم الوطني للكشاف هي مسيرة ونضال كبير يشهد له القاسي والداني بأهميته ودوره في بناء الجزائر الرائدة اليوم الذكرة يوم الوطني للكشاف هي مناسبة للاحتفاء برمزية هذه المناسبة وفي نفس الوقت التذكر وقراءة التاريخ الماضي من أجل بناء المستقبل الحركة الكشفية معروفة بدورها وبنضالها وبرجالاتها فمحمد بوراس رحمة الله عليه يوم أسس هذه المنظمة رفقة رجال أشاوس وقامات كبيرة أسسوا هذه المنظمة التي كانت في ذلك الوقت يعلم الجميع أن الجزائر كانت تحت وطأة الاستدمار الفرنسي وفي ذلك الوقت كذلك كانت عدة تنظيمات كشفية أخرى يعني حتى لا يعني ينسى الجميع في ذلك الوقت كانت منظمات كشفية ليست جزائرية وليست إسلامية والهدف منها كان في ذلك الوقت هو استدراج واستقطاب الشباب الجزائري من أجل مسخ هويته الوطنية الإسلامية الجزائري فالشهيد محمد بوراس يوم أسس هذه الحركة استطاع بحنكته وبوطنيته أن يستقطب هذا الشباب بطريقة أخرى وبناء شباب متشبع بالوطنية متشبع بدينه الإسلامي متشبع بجزائريته واستطاع كذلك أن يجمع ويوحد شباب الجزائر في ذلك الوقت الذي كان مترامي هنا وهناك بين عديد التنظيمات الأخرى جميل جدا أيضا سي عبد القادر في هذه الذكرة الذكرة الواحدة الثمانين لليوم الوطني الكشف لو تحدثني أنت كقائد داخل هذا التنظيم تنظيم قدم الكشافة الإسلامية ما قدمته الكشافة الإسلامية في مسيرتها النظالية من حيث تكوين وإعداد الفرض الجزائري الصالح لكل شيء صالح للعمل الجمعوي صالح ربما للوطنية في المواقف الصعبة كشاف بمعنى بأتم معنى الكلمة الحركة الكشفية هي من بين المدارس التي قدمت العديد من الأشياء التي استفادت منها الثورة قبل الجزائر قبل الاستطلال وبعد الاستطلال الحركة الكشفية قدمت العديد من الإطارات التي يرى اليوم على رأس زمان السلطة في الجزائر أيضا من بين أهم التضحيات اليوم التي يرى ترى نعنيها الحركة الكشفية محاربة الأفادة الانشمعية وخاصة مهلوسات وغيرها يعني معناها المدرسة الوحيدة الرائدة واللي يمكن للحركة أن تخرج للشباب من هذه الفئة الحمد لله اليوم رأينا نستجل في نتائج جميل في أرقام كبيرة خاصة في المنتسبة الحركة الكشفية بإبعادهم عن هذه الأفا جميل جدا نعود إليك يا سي علي في هذه النقطة بالذات اليوم تمر 81 سنة على إنشاء الكشفة الإسلامية الجزائرية التي عاشت مرحلتين مرحلة الاستعمار ثم مرحلة الاستخلال اليوم في سنة 2022 ماذا نقول عن الكشفة الإسلامية الجزائرية وأنتم كقدمها كشفة في هذه المنظمة العتيدة لو تحدثني عن ملمح الكشفة اليوم إلى أين وصلت الكشفة الإسلامية اليوم كيف أصبحت شريك حقيقي في كل مجلة الحياة وهذا شاهدناه حتى في المواقف الصعبة في الكوفيد وغير ذلك لو تحدثني عن المرتبة أو المكانة التي وصلت إليه الكشفة الإسلامية في عيدها الواحد وثمانين باي أولا نرجع بك شوي لبداية تأسيس الحركة الكشفية في الجزائر نعم كما قلت في البداية قلنا أن الجزائر كانت تحت الاستعمار نعم تأسست هذه المنظمة بعد احتفالية فرنسا بمرور مئة سنة على استعمار الجزائر ومن ضمن الوفود اللي كانت يعني في هذه الاستعراضات كانت أفراد من الكشفة من دول أخرى فشهيد محمد بوراس يعني عجبه نقول نحن هكا الاستعراض وهكا الحيوية وهكا الشباب لأن حتى اليوم نلاحظوا مثلا لما يعودوا أطفال الكشفة وأفراد الكشفة لابسين لباس تاحم والحركات التاحم والطريقة المشي التاحم الشبهة عسكرية تستقطب وات يعني تأثير نقول نحن لأي واحد مار في الشارع فهذا التنظيم أعجب القائد محمد بوراس بدأ التفكير في إنشاء كما قلت أفواج كشفية والاستدمار الفرنسي كان بالمرساد لأن الهدف انتاعه كان كما قلنا هو مسخ هذا الشباب ومحي كل ما يرمز للجزائر والوطني لذلك كمانا فسعاد كل الطرق أن ما تكون شكاين تنظيم كشفي يؤجي إلى وعي وطني وعي وطني نعم في ألف تسعمية وتسعة وثلاثين تم تأسيس فيدرالية الكشافة الإسلامية الزائرية والذي أشرف عليها عبد الحميد بن باديس نعم يعني هذه الفيدرالية هي التي أعطت تقريباً تقريباً وحدت كل الأنظمة الأخرى الكشفية نجي لتحضير لثورة تحريرية في مظاهرات ثمانية مائة خمسة وربعين يعلم الجميع أن أول شهيد كان بوزيت شعاب نعم وهو ابن المدرسة الكشفية ابن سطيف نعم والذي كان يرفع الراية الوطنية في ذلك الوقت نعم والذي دعا إلى استشاده ويعني رميه بالرصاص من طرف أحد الضباط الفرنسيين هو رفعه للراية الوطنية نعم نجي للمجموعة التي أعدت للثورة التحريرية المجموعة الثلاثين وعشرين أزيد من ثمنتاشاً قائد كانوا موجودين في هذه المجموعة نعم يعني بالتالي هذه المدرسة عندها تاريخ نعم نجي للمفجرية الثورة التي ذكرناها الشهيد العربي بن مهيدي يعني الجميع يعرفوا هذه الشخصية ابن الكشفة الإسلامية نعم هو ابن الكشفة الإسلامية الزائرية يعني بعد الاستقلال الكشفة كان لها دور آخر وهو المساهمة لأن في البداية كان دورها يعني توعية الشباب بأن الجزائر مستعمرة بأن العروبة هي لغة الجزائر وبأن الإسلام هو دين الجزائر بعد الاستقلال كما قلنا بدأت مرحلة أخرى مرحلة التشييد والبناء والمساهمة رفقة السلطات المحلية في ذلك الوقت ويعني كل ما يتميز به الكشفون كيف يستفيدوا ويستغلوه لبناء هذه الجزائر بعد الاستقلال نعم جيك إلى مرحلة 75 حتى الـ 89 مرحلة 75 إلى 89 كانت الكشفة تحت لواء الاتحاد الوطني الشبيب الجزائري وأنا أذكر جيدا البطاقة التاعي لـ 1982 أشبال هواري بمدين يعني ربما تسأل القادة والعمدان اللي يراهم قدم في هذا التنظيم يعني كيف أن كانت الكشفة تحت الاتحاد الوطني الشبيب الجزائري نعم بعد 89 ظهور تعددية أصبحت الكشفة الإسلامية الجزائرية وكان كذلك ظهور شيء آخر اسمه قدماء الكشفة الإسلامية الجزائرية قدماء الكشفة الإسلامية الجزائرية اللي كان اعتمادها بتاريخ سبعة نوفمبر 1989 والكشفة الإسلامية الجزائرية 9 نوفمبر 1989 نعم قدماء الكشفة الإسلامية في ذلك الوقت في البداية هذهك كانت يعني هو يعني تنظيم الهدف منها يكون فيه الرواد والعمدات على الكشفة الهدف منها هو المقصود التاحم هو هيئة تحت الشريع نعم والكشفة الإسلامية الجزائرية تعنى بفئة الشباب هذا التاريخ تلك الكشفة والجميع يعرفوه نعم الاشكال وين وقع يعني وقع في الكشفة الإسلامية الجزائرية وين انقسمت إلى جزئين الكشفة الإسلامية الجزائرية جناح بوراس الكشفة الإسلامية الجناح زيغوت يوسف بناء على المقارات التاحم نعم القيادات كلها كانت تسعى إلى وجود فيدرالية كشفية لأن عديد الولايات تشفيها تنظيمات أخرى كشفية محلية أو ما هكذا شغل الكشافة الإسلامية وقدمها الكشافة كأن الكشافة والمرشدات، كأن الكشافة والطفولة، كأن الاتحاد الوطني الجزيري محافظ على الكشافة والطفولة يعني وجود عديد التنظيمات في دول أخرى جوارنا هنا يبرك في عديد التنظيمات ولكن الكل ينضوي تحت فيدرالية بحيث يضمن حقوق كل التنظيمات بالمشاركة في الأنشطة العربية والأنشطة الدولية نحن في الجزائر ما زال رائعا نتظر بإمكاننا نقول باللكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم فيه تعددية في الكشافة الإسلامية وفيه تنوع وربما أعتقد الرسالة هي واحدة عند الكشافة هي رأي الأخي الكريم لو يعني كل هذه الجمعيات وتنظيمات هذه المكلة رأينا كلنا ما نقدروش نستوعبوا الشباب اللي رأيهم موجود عندنا نعم نعم إذن علينا مناها نكونوا شوية يعني نكونوا شوية ما نقولوش أذكياء نكونوا شوية يعني وتفتحين عن بعضنا البعض نعم نجد نقبلوا بعضنا ونقبلوا اسمها ونجي معاك هنا فقط إلى التسميات ربما ما نطرح عليك السؤالات بما بعد نجد نرجع القائد المكون والمدرب راح يجاوب بطريقة أهرة إلى أي مدى وصلت الآن المستوى التربوي والويداغوجي لدى قدما الكشافة الإسلامية في تأطير الشباب وفي تأطير ربما القوى الحية المتعلقة بدور هذه الكشافة في بناء ذلك الملمح للإنسان الجزائري أو الشاب الجزائري المعتز بديني ربما المحب لوطني هي الصالح للجميع وأعتقد هذه الرسالة الكشفية اليوم من سنة 2020 وعدكم 81 سنة إلى أي مدى وصلتم قلتم عدنا كشافة مستقلة ولديها رسالة وبإمكانها أن تغير الكثير أولا انخيراتنا في انخيراتك كشاب القائد علي بوخشبه عام 98 يعني عيشنا العديب من الفترات في القب اللي فاتت على الكشافة الإسلامية الزريعة أو قدماء الكشافة الإسلامية الزريعة نعم خاصة في ولاية الواد يعني وعشت لجميع اللنشطات وكبت جميع المناسبات اللي نظمتها الحركة الكشفية في ولاية الواد نعم إننا نقول اليوم نقول الحمد لله رب العالمين إنه وصلنا للمثل هكذا تنظيم قوي تنظيم احتوال عديد من الشباب نعم جميع تنظيم يعني خلي نقولك أكثر من احتواء يعني معناها دخل حتى في في أواسط غير الكشفين يعني حتى المجتمع اليوم برا ليرها وغير الكشفين عاد يأمن باللراهي الرسالة الكشفية من أقوى الرسائل الكشفية خاصة نحكي لك عن التكشيف الأصيل يعني معناها لمعيش الأحداث القديمة كيفاش كانت الحركة الكشفية وكيفاش طورت اليوم وبدلت المنهج تاحر الكلاسيكي القديم وكيفاش واكبت العصر يعني واكبت سواء التربية البداغوجية تعالى المجتمع أو حتى رافقت الشباب على ما سواء المؤسسات والمعاهد والجمعيات اليوم راني نتحثوا على مؤسسة رائدة فعالة احتوالت الشباب قدمت في الميدان أخرجت إدارات يعني منظمة برهنت بالنسبة لنا كقدماء الكشافة الإسلامية الزائرية فكما نقول الشبابنا اليوم اللي كانوا عندنا في الأفواج الكشفية واللي تكونوا لدى إدارتنا الكشفيين رهم اليوم ما نقولوشو الأغلبية تاحهم رهم حالتهم الاجتماعية المستقرة لكن أغلبهم تنقضوا من الشارع وبعضوا على الأفات بالسبب والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى والمنظمة الكشفية جميل جدا سعالية هناك إشكال يطرح في قضية الأسمع في من يقول اليوم الوطني الكشافة الإسلامية وأنتم تقولون اليوم الوطني الكشاف وأعتقد بالاحتفال هو احتفال الكشافة ككل وشو الفرق بين اليوم الوطني الكشاف واليوم الوطني الكشافة الإسلامية وهذا الجدل نشوف فيه الآن صحيح هي علاج قلتك الناس كتعود متقرش التاريخ متقرش متعرفش أنا لا ألوم الناسات اللي ربما لا يعرفون الحركة الكشفية اللوم تعيقون على من يعرف الحركة الكشفية نحن لا نختلف في الأسماء إذا كان قلت اليوم الوطني الكشافة الإسلامية الجزائرية فنحن أصلنا الكشافة الإسلامية الجزائرية ونحن أبناؤها نعم إذا كان قلنا إذا كان رجعنا إلى الإسم الحقيقي وكيف يجع هنا نعرفه سنوات الماضية كام لو الناس كل تعرف اليوم الوطني الكشاف اليوم الوطني الكشاف هو الذكرى استشهاد رائد ومؤسس الحركة الكشفية بالجزائر الشهيد محمد براس هكذا هو المصطلح ربما وقع خطار ربما كان قصد آخر هذا المسمى إحنا وين حبينا إحنا حبينا الناس ما ندخلوش في هذه وين لأنه كان بعض الناس حبوا صراحة نقولها حبوا أن وكأننا إحنا يرانا غرباء على هذا التنظيم نحن أبناء الكشاف الإسلامي الزائرية ونحن نفتخر بأننا أبناء المدرسة الكشاف الإسلامي الزائرية تبقينا اليوم رأنا تحت خدماء الكشاف الإسلامي الزائرية هذا لا يعني أننا يعني منش من هذا المسمى ما يغير الناش تقول اليوم الوطني الكشاف الإسلامي الزائرية تقول اليوم الوطني الكشاف إحنا يرانا كنقوله في المصطلح هذا يرانا نقوله فيه من باب التاريخ اليوم الوطني الكشاف هو ذكرى استشهاد مربوط بهذا المسمى الحاجة الأخرى اليوم نحن فخورين بدسترته الحمد لله رئيس الجمهورية مشكور على ذلك وكل من أشار عليه بدسترة هذا اليوم وأصبح اليوم الوطني للكشاف لا يهمني ما يهمني هو الاعتراف بدور هذه المؤسسة الرائدة وهذا هو الهدف شيء آخر نحن سعداء وفخورين كذلك بما قام به رئيس الجمهورية بتقديم لباس كشفي والذي يزيد نفتخر به أن اللون تاعه رجع إلى الأصل وهو الأقرب لأننا نعرف الجميع التاريخ للون اللباس الكشفي هو اللون الكاكي اللي رأوا القريب للقهوي هذا هو اللباس الأصل تاعكشها في السلامية الزري البني البارد اليوم نفخورين بهذه المنة وفي نفس الوقت نحن ماذا بنا كذلك نطلب من هذا المنبر نطلبناه على مستوى القيادة نطلب رئيس الجمهورية أنه مثل ما قدم اللباس للكشافة الإسلامية الجزائرية يلتفت كذلك إلى قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية هذا مطلب ومن حقنا نقوله ولكن في نفس الوقت نحن فرحنا أن نخصص لباس لأن أبناء الكشافة الإسلامية الجزائرية من أشبال وكفتيان وجوال هذا مولادنا والهدف انتعنا كما قلنا وقالها القائد عبد القادر قبيل هو الهدف انتعنا هو تربية هدف انتعنا هو تنشئ الهدف انتعنا هو استقطاب هو حماية هو مرافقة هذا الشباب وليس بش نبقو حنايا في كذا وكذا اليوم كذلك الاحتفالات المخلدة لهذا اليوم الحمد لله نحن نقيمها مع بعض نعم ولدينا بند لأنه إذا كان نبعد نبعد شوي على الديماغوجية انتعنا وكذا الكشاف صديق الجميع أخ لكل كشاف هذا أحد البنود انتعنا حتى تكونها من غير الدين تاعك تستعرف به مدامها يحترم القانون الكشف وبالتالي احنا اليوم رانا نقوله رانا في عيد في احتفالية في فرحة مع بعض ماذا بينا نبعد قدر المستطاع على هاته المشاحنات جميل جدا عبدالقادر أيضا في هذا الخصوص الكثير يطلب يقول بالكشافة الإسلامية ربما فارقة الجدوى وربما هذا رأي سيد الزاوية عبدالقادر هو يتبعنا الحي في نظر الكشافة لا تعني شي ولا فائدة منها أعطونا حاجة فيها فائدة وكل شخص عنده رأي والتفكير والخاص معناها يقول العبرة بالنتائج والمهم في قضية الأفكار التي تقدم المجتمع والتي تقدم الإضافة للمجتمع إذا كانت الكشافة الإسلامية لا تقدم هذه الشافة لا جدوى منها في رأيك أنت مع هذا الرأي أو أن الكشافة الإسلامية عندها رأي تقدم ورأي إيجابية ورأي أولا فيما سبق كانت الأسرة هي المدرسة الأولى يعني الوالدين لما تحث على الأسرة يعني أن نتحث على الأب والأم وكانت المدرسة المدرسة يعني دراسة هي الأم الثانية وكانت الكشفية في المرحلة الثالثة اليوم كأب من الحركة الكشفية كي نقولك كأب من معناها يعني كبرت في هذه المنظومة في هذه الأسرة الكشفية في هذه الأسرة الكشفية والحمد لله أصبحت الكشافة اليوم هي المدرسة الأولى والدليل على ذلك أن الكشاف أو تلميذ أو المنخرط الجديد في حركة الكشفية يلقى لدى قادتنا وأفواجنا وخلال مخططتنا الكشفية التي تركز أساسا على سقن المواهب باكتشافها الكشاف عادي يخل جديد عادي يلقى ملاث آمن لدى القادة عن بلك وهذا يندل على شيء يدل على غياب الأسرة وغياب المجتمع في حد ذاته يعني فالرأي اللي قالها الأخ الزاوي عبد الرزاق يعني اللي معاش أجواء الحركة الكشفية ما يقدرش يحكم على مثل هكذا أشياء ربما قد أحيل لك السؤال بطريقة أخرى قلت لك مثلا اليوم نشاهد المشهد الشبابي والمشاكل يعنيها الشباب ربما في الجنوح الأخلاقي في مشاكل المخدرات أين دول كشافها من هذا الفلتان الذي ربما أضر بهذه بالجيل وبالمجتمع الذي ربما لا تكاد تبين فيه كشافها أين لمساتها؟ أين مخرجاتها؟ أين ربما هذا هو السؤال بطريقه أخرى هو في الحقيقة لمسات القائد الكشفي القائد الكشفي لو دوره ومش غير في الحركة الكشفية وداخل الأفواج الكشفية فقط فدور الحقيقي للأصل للحركة الكشفية ليس الحفاظ على الموجودين داخل المقرات الكشفية بالأعداد واللباس والعتاد وأكذا دور الحركة الكشفية هو تربية نشئ صالح من أجل أن يمانة الحياة بشكل منظم هذا دور الحقيقي للحركة الكشفية فالقائد موش قائد غير في الحركة الكشفية فقط القائد هم في الحقيقة هم إطارات في الدولة يعني مربيين ورؤسة جمعيات وإلى آخره فقدرهم أدف دورهم خارج حتى المنظومة الكشفية جميل جدا لأن الأخ الزاوي هذا عبد الرزاق لا نحترمه رأيه هو رأيه وحرفيه لكن هو جاوبة أحد المتابعين قالها الدور الكشافة في زمن الكورونا معناها أعطينا أنت الجواب أنا نقول بالنسبة للكشافة اللي ما ترباش فيها ما يعرفهاش وإذا كان إنسان وقع له خطأ ربما مع قائد كشفي أو في فوج كشفي ما ليس معناه أن خلاص ندروه ربما هذا كيارب اللي راهي نسكلها راهي نفس الشي المدرسة الكشفية راهي فوق الجميع الحاجة الأخرى كما قالك القائد اللي راهه في الفوج راهه بإذن الله راه محمي الهدف انتعنا الآن هو الخروج إلى الشارع لأنه حتى بادنبول عندها مقولة مؤسسة الكشافة في العالم نعم وش يقولك يقولك إذا كان منه بعض الشباب بتاعك دخل الكشافة وبعد مثلا بعد مدة ولا وخرج منها ما تقلقش منها ما تقلقش منها هكذا في السياقة تاحها ما تقلقش لأنه راهو خلاص مدام تربى شوي كذا راهو بإذن الله راح يكون صالح ما تخافش عليه نعم ولكن لازم يعني السعين تاعك كيفاش تستقطب شباب آخرين اللي راههم ما تربوش في المدرسة الكشفية الأخ الكريم يقول الكشافة وكذا دورها أنا نقول في كل الحملات التحسيسية والتوعوية إلا تجد الكشافة في مقدمة هذه المجموعات ربما المراحل اللي مرت فيها الجزائر يعرفها الجميع يعني أيام زلزال بومرداس كانت الكشافة في المقدمة زلزال تعشلف كانت الكشافة في المقدمة الكوفيد أخيرا الكوفيد أنا نرجع الآن معناها من الشبعات في الكوفيد يوم تخلى الجميع الناس كل كانت خايفة من مرض لأنها غير معروف أصلا نعم صحيح ولا لا ولكن كانوا أبناء الكشافة في المقدمة في التعقيم في التحسيس في التوعية في النظافة وفي كل شيء جميل وإذن لينكر دور الكشافة النجاحت مع احترامي لكل الأراء جميل جدا صحيح حددنا الآن عن الاحتفالية برنامجكم في الاحتفال هل هناك كيف تحتفلون بهذه الذكرة الواحدة وثمانين أو بعد مرور واحدة وثمانين على العمل الكشفي المضني والمستمر ما هي وديما الاحتفال يعكس حجم هذه هذه المنظمة ودورها وأهدافها حددني ولو بإجاز عن دوركم واحتفالكم بهذه الذكرة بالنسبة لنا الاحتفالية هذا العام ربما بعد سنتين أو ثلاثة من كانت الكوفيد كان غالق على كل شيء لكن بداية عودة الحياة العادية للأنشطة الكشفية قدمة الكشفة الإسلامية الجزرية على المستوى المطني أو على المستوى المحلي سطرت برنامج ثري نعم وسيطبأ بل بضئة في التطبيق فيه يعني منذ أيام نعم نهيك عن المعارض التي ستقام نهيك عن الأنشطة الرياضية والدورات الرياضية التي ستقام هناك زيارة بالنسبة لولاية الواد نظمنا اليوم إن شاء الله العشية ستكون زيارة لبعض العمداء الحركة الكشفية التي رههم في ديارهم ومحاولة منا وهذه لأننا كل عام نديروا فيها وهي محاولة من الرفع المعنوية التاحهم جميل كذلك عدم نسيان فضهم لأن هنا نجاوب على الأخ الذي يقول الكشفة ماذا قدمت قدمت جيل أو قادة لا ينكرون فضل القادة اللي رههم ربهم في يوم من الأيام هاي أحد أحد الإجابات التي نقدمها اليوم عندنا زيارة للعميد سالح قدوري سالح الدوان المعروف نعم وكيف لا يعرفه الجميع ماذا نحيي من هذا البلاد ورب يشفيه إن شاء الله ماذا قدم للحركة الكشفية منذ تأسيسها منذ الاستقلال كذلك زيارة للقائد العميد عزدين زبيدي نعم كذلك عدنا زيارة للمرحوم حبينا نديره حتى اللي توفى من ننسوهمش لعائلة المرحوم رزاق سالم بشير المعروف بالشطي بشة شطي بشة شطي هذا شخصية يتحدث عليها القادة لأننا نحن ما عايشناهمش ولكن يتحدث عليهم القادة شوف التربية التي تكونت في هذا الجيل وهو عدم نسيان رجال الأمس نعم كذلك بإذن الله سيكون لنا غدا صباحا تقديم الاحتفالات اليوم الوطني الكشاف غدا صباحا برفقة السيد والي الولاية والسلطات المحلية والأمنية والأسرة هذا بسبب الاحتفال المجالي تشرف عليه السلطات المحلية تشرف عليه لأن ما ينسس أن الاحتفالات كلها تحت الرعاية السامن لرئيس الجمهورية وعلى مستوى الولايات يمثلونه السادة الولات والسيد الولي مشكور برك الله عاطي قيمة واحترام مقدر لهذه المنظمة كيف لا وهو أحد أبناء الحركة الكشفية هذا ما قاله شخصيا ويعرفه يوم استقبل القافلة الوطنية لرحلة التمر والزيتون قال راني ابن هذه الحركة وأعتز بانتماء إليها فالسيد الولي راه مرافق هذه العملية بحضوره إن شاء الله غدوة لمقبرة الشهداء وقراءة تفاتحة الكتاب على أرواح الشهداء ومن ثم فيه معرض الاحتفال الولائية ربما حتى المنظمة الوطنية الكشفة الإسلامية مع بعض شي جميل وهذا ما نريد لا لا الحمد لله لكنني قلت بعض الأصوات أخرى نسمعها خارج السرب رهي لغال تغربت بشكل آخر لا لكل رأيها بعد رفع العلم وقراءة فاتحة الكتاب نتوجه إلى دار الثقافة لميل العمودي الشط راح يكون أولا افتتاح المعرض الخاص بالحارة الكشفية سواء بالنسبة قدماء الكشفة الإسلامية الزرية أو الكشفة الإسلامية نعم هذا المعرض ليحتوي عديد الأنشطة اللي قامت بها هذه المنظمات خلال مسيرتها وبعض التوجيهات اللي راح ربما نقدمها ذاني كذلك لمن يريد أن ينخرط ضمن صفوف الحركة الكشفية خلال هذا الحفل راح يكون فيه تكريم لمجموعة من العمداء بالنسبة لنا احنا قدماء الكشفة الإسلامية الزرية راح نكرم إن شاء الله سيد رشيد نصري العميد علي غوما العميد صادق سلمي توفيق سويسي فرجاني محمد البشير محموب تيرزي والعميدة من شخصيات معروفة أسماء قديمة وكشفية معروفة أسماء قديمة وكشفية قدمت قدمت وهذا احنا يعني مجرد لفته أخي الكريم نعود نذكرك أن من 2004 قدماء الكشفة الإسلامية الزرية كل مناسبة تكرم مجموعة من العمداء وبالتنسيق مع القادة التعين المرحوم محمد بوغطايا رحمة الله كذلك راح يكون غدا المساء إن شاء الله قبل المساء يعني في الاحتفال كذلك تكريم مجموعة من القادة الذين أبلوا البلاء الحسن خلال هذا العام وأذكرهم بالاسم القيد عبد الباص كرثيو يعني ابن مدينة تجمار ابن مدينة تجمار رجل بألف رجل يعني هذا العام والعام الماضي كان يعني مواظبا في العمل الكشفي القائد عبد الشكور السردوك كذلك القائد محدة محمد لآن راه من هذا المنبر نحييه راه في يأدي في الخدمة الوطنية جميل كذلك القائد بريك عبد الكريم محافظ فوج محفوظ قداش برقيبة الذي كان نعمة القائد في استقبال القافلة الوطنية ويعني رفعة القادة تاعه والفوج تاعه يعني كيفاش استقبلوا هاتي القافلة كذلك تكريم أحسن فوج خلال الموسم الماضي هو فوج محفوظ قداش بهوبار قويبة وتكريم الأفواج التي نشطت خلال شهر رمضان والتي أشرفت على موائد مطعم الرحمة وهنا يرانا نجاوب على ماذا تقدم الكشاف علينا نجاوب نعم خلال هذه الإجابة كل من الأفواج فوج النصر المركزي بلدية الواد فوج الساجدة لذوي الهمام العالية بلدية الواد فوج كشافة الإنبعاث بلدية الواد حيث 19 مارس فوج النجاح بلدية المهونسا فوج عبد الحميد مهري ببلدية ورماس جميل هذه الأفواج راح تكرم كذلك يكرم الفائزين بالدورة الرياضية والتي اختتمت البارحة واللي فاز فيها فوج الحرية بلدية الواد على في النهائي على فوج عبد الحميد مهري بلدية ورماس هذه الاحتفالية يعني بشكل مختصر وفي نفس الوقت راح تكون فيه زيارة لقبر يعني القائد والعميد محمد بوقطايا حتى نقرأ قراءة الفاتحة عليه ان شاء الله ان شاء الله نعم جميل جدا جميل ايضا اليوم في الذكرى دائما الواحدة وثمانين ولتعتبر محطة تقييمية كما الآن قيم دولة كشافة والآن روي كرم وروى هذه المحطة الآن فيه الكثير وقل لك كشافة لا تعدو ان تكون تكريمات وشكر وتقديرات بينما لحد الآن لم تؤسس عمل ميداني تكويني حقيقي وتكون النتائج تاعة واضحة في الجيل وفي كل شيء ماذا تقول في هذا الجانب انا تحدث عن الحركة الكشفية في اندلاع الثورة التحريب الكبرى وفي مساهمتها في تحريب الجزائر يعني كما نعرف مجموعة 22 أو 16 واحد منهم أو 18 واحد منهم أفراد الحركة الكشفية يعني قادة وكشفين الحركة الكشفية قدمت الكثير للثورة الجزائرية يعني معناها في الميدان يعني من تدريبات ومؤن وتوصيل الرسائل ومعلومات وتكشف الأماكن وحتى بعد الاستقلام مباشرة يعني الحركة الكشفية من تقريبا من المنظمات اللي بقيت لليوم صامدة يعني في وجوه في ذل التحديات اللي راهم وجهتها بدون دعم بدون كذا بدون مقرات بدون كذا فالكشف يعني دائما جنب إلى جنب مع السلطات يعني في كل المراحل والميدان فالكشف الحقيقة قدمت الكثير للوطن من بينها الشباب يكفيها فخر أنها لهم معناها العديد من الشباب على جميع مسؤولة الأفراج الكشفية معناها قادرهم جندين ومستخلين أنفسهم ربما ربما الكثير من الناس يقول لك الكشف يبانوا غير مع الوالي مع التكريمات مع البرسيش تعتع السلطة ما هم وش معناها يفتقدون إلى العمق الشعبي وإلى هم واجهة فقط هذا ما يريدو وهذا رأي معناها صحيح لا يعني رأي الإعلام ولكن نحن ديما نطرح الإنشغالات والتصورات والأفكار حتى إذا كانت تصدمكم ولا حاجة هذه لا لا مش مشكلة ممكن نجاوب عليها ني هذه القائدة ما تفضل معلش أولا يعني نقول كاللي روي يقول لك أنكم الكشف تبانوا غير مع السلطات صحيح وكاللي يقول لك كفانا شيتا والسيد نحن لما نقوله إلا عمرنا ولا ننشيط الوحد وعمرنا ولا نذكره واحد ما قدمش جميل نحن لما نقول أن السيد والي برك الله فيه قدم لنا ره قدم لنا أنا أقول لك السيد الوالي في استقبال القافلة الوطنية لرحلة التمر والزيتون يتبع فيها واحدة بوحدة معلش هو روي يخدم في خدمته هذي ما لا تختلفوش فيها ولكن كنقوله كيف ينفرق ما بين إنسان استقبلك وعاونك ما بين إنسان ما يستعرفش بيك آه كعود واحد ما يستعرفش بيك ما يستعرفش به ولكن إنسان قدم نقوله لها برك الله فيك هذه أخلاقنا هذه أخلاقنا نعم الوالي بشكور هو صحيح رهو يؤدي في الرسالة تعهو العمل تعهو هذه معلش ولكن الإنسان لما يعود يتابع معاك في القافلة مثلا وضيوف الولاية اللي عندها سبعة والثمين ولايات اللي كانوا هنا في ولاية الواد ورفقة المديرين التنفيذيين مشكورين التكوين المهني الصحة للشبيبة والرياضة التربية كلهم واقفين معاك السلطات الأمنية كلها واقفة معاك مثلا لي يعني يكون هذا النشاط تاعك في أريحية وفي أمن وأمان نعم كيفاش نقول نحن نقول نحن نقول بارك الله فيكم كيف معناها الإنسان الثاني لازم نميز ما بين الشيطة اللي رام يقول عنها ما بين النسات اللي راهي كنقول للمحسني أحسنت جميل جدا هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية من هذا المنبر يعني نتوجه للقائدة نبيلة هزلة يعني لنتمنوا لها شاء الله الشفاء العاجل بعد الحادث اللي تعرضت لها في اثناء عودتها من دراستها لأن تعرفوا راهي تحذر لشهادة الدكتوراه إن شاء الله وهي من قدمة كشفة وهي من نعم وهي عضوة محافظة الولائية وعضوة المكتب الوطني أو المجلس الوطني لقدماء الكشفة الإسلامية نحييها من هذا المنبر وإن شاء الله نقولها إن شاء الله نقولها هذه آخر العاجل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هذه القائدة اللي راهي ربما يعني يعرفها الجميع تقوم حتى هي يعني بدور تربوي ما شاء الله عليها يعني في دعم في دعم التنميم في تعامل في المؤسسة وكذلك في خدمتها للجانب الجمعوي جميل جدا اليوم نحن ما نش نزيد حتى على واحد ولربما ننكر ودور النسات أخرى وللا ولكن نحن نتحط على المنظمة نتاعنا أنا الآن نجبت معايا مجموعة من الصور ربما نتحط عليها هذه ها واحد الأرشيف القيتع عند العميد رشيد نصري منذ الستينات يعني قبل ستين وصور قديمة صور قديمة جدا يعني توثق للعمل ولتمثيل الكشف على المسؤول المحلي أو على المسؤول الوطني نعطيك معلومة أخي الكريم في جونبوري اللي يقيم بالقدس وفي الأردن في الأردن وتحصلت فيه الجزائر على المرتبة الأولى هذه شهادة يقولها فيصل الأخوة ربي يذكر بالخير وعبد الحميد خمفور قال لك يعني النهار اللي كانوا بيش يكرموا الجزائر على احتلالها المرتبة الأولى قدموا هذا التكريم إلى فلسطين نعم والقضية الفلسطينية هي قضية جوهرية جوهرية لكل لسلطة الجزائرية نعم هذا دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في خدمة القضايا العربية الآن لما نحن الحمد لله في كلام التعنار دائما نقول الحركة كشفية لأن النشاطات التي نقوم بها سواء حملاتنا يعني التحسيسية أو التوعوية أو في 2013 أخي الكريم نعم ولاية الواد استقبلت القافلة الوطنية لمكافحة المخدرات نعم يعني حتى المبادرات التعنا كانت يعني دائما مرافقة هاتي القافلة الوطنية جابت كل ولاية الوطن وكان الهدف انتاحه هو التوعية وتحسيس الشباب لمخاطر هذه الآفة الكارثة التي تضر بالجسم وتضر كذلك بأخلاق الإنسان يعني أليس من حقنا أن نفرح ومن حقنا أن نفتخر بانتمائنا لهذه المنظمة جميل جدا أيضا أفاق العمل المستقبلية اليوم رئيس الجمهورية أدى أدل اهتمام كبير بالكشافة الإسلامية وربما أعطاها حقها المعنوي في دسارتها وفي توزيع الملابس وعند يذكرها في كل خطاباتها هذا دليل واعتراف من ربما القائد الأعلى للدولة الجزائرية أو القاضي الأول في البلاد ولما أهمية هذه المدرسة الكشفية اليوم كيف ترون أنتم هذه الرسالة من طرف الجمهورية هل هي رسالة وأنتم قادرون على حمل هذه الرسالة في دورك من المستقبل الآن والجزاء اليوم تشهد تحديات تحديات كبرى على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي شبابنا مستهدف اليوم معركة معركة الجميع معركة المجتمع معركة الدولة معركة كل أبناء الجزائر الأصلاة والمدرسة الكشفية لها دور كبير وما زال لها دور لذلك هذا التثمين الذي ثمنه رئيس الجمهورية أفاقكم المستقبلية في هذا الجانب أولا مشكور سيادة الرئيس على هذه الالتفاة الطيبة يعني دعم الحرك الكشفية كان كما نقول متزامن مع الاحتفالات للذكرى لـ 81 للاستشهاد رئيس الحرك الكشفية في الجزائر يعني رئيس الجمهورية الحقيقة مد العديد من الوعود في خلال الحملة الانتخابية من بينها الاهتمام بالمجتمع المدني يعني المنظمة الكشفية تقدر تقول هزد حسل أسد من هذه الرعاية اللي مشكور عليها رئيس الجمهورية أنا نحكي على الحركة الكشفية بصفة عامة الحركة الكشفية هي سند من سند الأمة الجزائرية في الحقيقة كمعايش للحركة الكشفية وهذا رد على تعليق السيد زاوي عبد الرزاق يقول ماذا قدمت الحركة الكشفية أعتقد أنه مش من المتابعين تعال نشاطات الكشفية لأنه قد مفه على مدار السنوات يعني لما يسأل سؤال مواطن جزائرية نحسرم سؤال تاعه لكن اللي حاب يعرف الحركة الكشفية ماذا قدمت يحاول كيفش يتقرب أو ينضم لصفوف الحركة الكشفية رح يعرف حجم التضحيات وحجم المبادرات اللي قامل بها الحركة الكشفية منذ بزوغ فجر الاستقلال جميل جد هذا الخطاب من طرف الجمهورية هل وهذا سؤال وجه لك يا سياعلي له علاقة بتنظيم كشفي واحد هو الكشافة الإسلامية الجزائرية ولا بكل الكشافة الجزائرية لنشوف اليوم القيد العام الكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم وعلى رأس المرسد الوطني ربما المجتمع المدني ربما اللباس روزع عليهم ولم يعطوكم هل الرسالة موجهة لهذه الكشافة الإسلامية لأنها هي القاعدة وهي الأكبر وهي الفاعلة لها قال وأنت مجرد معنا حركة كشفية قديمة أكلها عليها الضهر والشريف شوف نحن نعم تأكد وعرف معلوماتي مليح لأنني عضو قيادة عامة بشنا نزيد نوضح الصورة أكثر للمتابعين هذه في التثمين وفي الأفاق المستخدم نعم نعم رئيس الجمهورية يقصد الحركة الكشفية بسفة عام لأن نعرفه مليح رئيس الجمهورية هذه نقطة الأولى ربما أنا قلت ربما هناك من يحاول يستغل أو يحاول يوجه أو يحاول يكسر نحن بالنسبة لنا نحن نشاط منذ سنوات وهذه رح نجاوب واحد الأخ هناك حقيقة لغالب صحيح الكشفة بسفة عامة سواء الكشفة الإسلامية وقدم الكشفة هناك نقص في تثمين دور هذا ما يمكن أن ننكره عدم يعني عديد الأفواج لا يوجد مقرات عدم تلقي مساعدات هذا موجود ما يمكن أن ننكره تفتقدون إلى الثقل نعم ما ننكره وهذا وين رحوا سوالينا أو الأخرين ولكن يجي حاجة إيجابية نثمنوها العمل التي نرى ليس لنحبس هذه الرسالة التي تزرع في مثلا تحب تزرع وتثبت العمل التي تتعال الناس لأن نحن هذه بسفة عامة نقول كل القادة لا ننواحظ بعيد عن كل الناس صحيح والردود ومنحب الردود ولكن هذا هذا موجود نعم نحن القادة تعين بين الكشافة الإسلامية نعم لحيث عد الأفواج وربما في الأول أنا قلت لك كل رانا يؤدي دور واحد خدمة الكشافة الإسلامية جميل أنا نقول نعم نحن القادة تعين كلهم متطوعين الحمد الله الحمد الله بل بالعكس العمل الكشفي هو متطوع الحمد بالعكس رام تدفع الناس رام تدفع اللي نقول فيه جيدا نعم فابدني الحمد لله ما كير حتى واحد الآن بشي قدر يزايد علينا ولا يقول لنا مثلا باللي راه راكم تتلق وكذا فابدني الحمد الله هذه ما كان جميل واللي عند علينا حاجة يتفضل يجيب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية سواء قائنا واحد الكلمة قالها القائد العام منتعنا مصطفى السعدون ولينحيوه من هذا المنبر كل القائدات تعنا بعيدهم الوطني اليوم أيام سنوات ماضية وقت قال مسؤول في ذلك الوقت قال راو را نعيش واحد المرحلة تعتقشف فابدني قال الحمد لله احنا ما عندنا ما عندنا نتقشف احنا اصلا ما عندنا اسمار ننشط لأننا نقدر في رسالة نعطيك واحد الحاجة هذه نعطيها منذ أيام أحد البارين أحد أصحاب الخير لما سمع بقضية اللباس يتصل بيه هاتفيا ويقول القائد راني مستعد باش نتطوع بخمسين قطعة لباس جميل جدا نعم هنا تعرف باللي راهي عندك قيمة وعندك قدر جميل جدا فابني وهذا اللباس حمد لله تم توزيعه على فوش كشفي ويقول القائد ما تقلقوش ناس تمن تمن بالرسالة أو قالها واحد من القادة نتعين الآن كان يرد على واحد قال لها معناها شي نقدم فيه ما نش ننتظره في المقابل نعم نحن صحيح نحن صحيح نوجه نداء نحن نتلو نروح الكشفي الحقيقي نوجه نداء للسرطات العالية على العمل من السفر صحيح ومتطوعين هذا شي جميل وهذه الكشف هذا قوام هذا قوام وهذه في عهد الثورة مثلا هل القادة التي تعيننا في ميكا كانوا يعني يخلصوا فيهم لو كان يعني استسلموا للضغوطات على الاستعمار موش مثلا الآن لو كان استسلموا للإستعمار هل ستصل لنا الرسالة الكشفية هل ستكون لنا مساهمة في الثورة التحريرية نحن يرانا أصل التحدي وكل القادة التي تعيننا راهم عارفين المرحلة القادمة نحن أرى أننا أبناء الجزائر نسالوا فيها كما يسال غيرنا وإن شاء الله نقول تكون كين لفت خاصة ولكن هذه بلادنا لا نحن نحن لنحبس العمل لتعنى إلى أن يلث الله وما عليه سنعود إليك في رسالة أخيرة راح أتقدمها ربما كمطلب أو كبيان أو لكن نعود عمل أكثر فيما يخص الأفاق المستقبلية قلت لك كبيل وما جاوبتني بصراحة ومنش عارف حابك تقول لآن ما لابد أن لكم تقييم لأن هذه المحطات ربما هذه الأعياد الوطنية لابد أن تقفون عليها لتقييم المرحلة وتقييم المسيرة وتبنوا عليها أفاق جديدة أنتم الآن ككشافة إسلامية كيفاش أو قدمي الكشاف الإسلامية كيفاش تنظروا مستقبلا أفاقكم المستقبلية في قضية توسيع هذه المبادية التي تحملونها وتكون عدكم ربما عدد أكبر من المخرطين تكون عدكم أكبر عدد من الأفواج وتكون عدكم طرح قوي في ظل تقييم رئيس الجمهورية لهذه الحركة الكشفية كيفاش تميلوا الثقل بمعنى آخر إلى جهتكم وفي ذلك في التنافس المتنفسون إن شاء الله بإذن الله تحدثني عن الأفاق المستقبلية في الحقيقة الحركة الكشفية في حد ذاتها الهدفها الأساسي والعام اللي هي بناء المستقبل الشباب كمخطط كمخطط مخطط ماذا عدكم واحد ثلاثة أربعة هذا المخطط رقم واحد المخطط الكبير كما نقول نعم هذا المخطط الأم بنسبة لنا كمحافظة ولائية بنسبة للبرنامج القادم إن شاء الله رح نركز أكثر على دور التكويني كمحافظة ولائية قسم تدريب التكوين التنسيق مع سيد المحافظة الولائية على الدور التكويني على مستوى القاعدة على مستوى الشباب رح نرفقهم حتى على مستوى المدارة وحدة النماذج تعلمناها من القادة السابقين أن الرافق الكشاف حتى على مستوى المدارس نعم احنا اتهمنا مستقبل الشاب كمتعلم كمتدرس أكثر منه يكون عمل تطوع يعني جميل نعم نعم احنا عندنا واحدة الشراكة اللي رانا نفعله فيها جديدة بين وزارة التكوين المهني وقدماء القيادة العامة وقدماء الكشافة المجزارية رانا نماشيين فيها مؤخرا منذ شهر درنا نشاطات نشاط نشاط على مركز تكوين مهنة تمين اثنين ونشاط على مركز تكوين ربعة بالبنات اللي اتقام امس يعني حاولنا ندخلوا للحركة الكشفية للشباب بطرق اوسع يعني كما نقولوا الرافقهم حتى في مؤسساتهم تربوية وتكوينية والهدف الاسمى كما قلت لك راود تكوين القاعدة للشباب هذا اللي همنا اكثر من اي شيء جميل جدا سعلي تريد ان تعقب على المحديد؟ نعم نريد ان تعقب تعالى لك الرسالة ختمية تدني music كما قلت للمحطات اما الوقانات الوطانية تقال haut معناoln Okay المحطات هي انك تقيم كما تقيمه مع المحطات التربية وفكاتي لأننا دائماً كانت واحدة التربية علمونا عليها القادة أن تعينا الله يرحمهم اللي ماتوا و اللي يرام مزالوا حيين ربي يطول في عمارهم قال لك إحنا الهدف انتاعنا وشو؟ روكي نعود وش نجي بش ندل حاسب روحي نقول كي الناس في وقت الثورة الناس قدمت صدورها عارية عارية أمام حلف أطلسي أمام قوة استدمارية احنا وش رانا نقدموا بجانبهم احنا ربما معناها رانا نهزوا في شوي وقت هذا هو المعيار احنا رانا نهزوا في شوي وقتنا وربما معناها سرقينها من عائلاتنا ومن العمل اللي تاعنا ولا من كذا على أساس أننا نقدموا على الأقل رسالة الحاجة الأخرى لما نقولوا قدماء الكشافة مهيش يتعامل معها علش الاتفاقيات بين الوزارات صح عندها الاعتباد التاح لو كانت خارج الإطار لا تكونش الحاجة الأخرى أنا ولي يبقى في العمل الشيخ العمل اللي يراه موجود لوجه الله هذا كبير وطول نعم عليش قلت لك نايا اليوم احنا في ضربة تاعة الكوفيد على مستوى الولايات عدنا عدد كبير من الأفواج وعدنا من القادة ولكن طيلة المسيرة انتاعنا لأن الناس ناس ملك صراحة كانت خافت خافت صحيحة نعم 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 قرقت القائد عبد القادر القبائل لكلمة أخيرة وثم نحل الكلمة الختمية للقائد عليه تفضل أولا في هذه العجالة نقدم تحية أخيرة لكل منتسبي الحركة الكشفية بمناسبة عيدنا اليوم عيد الكشافة عيد نستذكر فيه تضحيات اللي قدموها الرجال من أجل النهوض بالمنظمة الكشفية وعلى رأسهم الفقيد الشهيد البطل رائد الحركة الكشفية في الجزائر القائد محمد بوراس والقادر الذين تتابعوا على قيادة الحركة الكشفية مشكورية جدا على كل تضحيات يعني كنقول تضحيات يسام التضحيات النازهة التضحيات كنقول القائد عليه تضحيات لوجه الله نعم المراد منها إشباع الشباب بالوطنية والمراد منها توجيه الرسائل الحقية والمراد منها إعطاء الصورة الحقية ونختم كلامي بحاجة في قضية التاريخ بعض الناس يقولوا أن التاريخ يعيد نفسه أنا في اعتقاد التاريخ لا يعيد نفسه التاريخ التاريخ يستمر التاريخ يمر كما قال لكم في الشوص لا تستطيع أن تسبح في النهر مرتين التاريخ بالطبع التاريخ يمر لكن نحن البشر من نعيد أخطأنا فلذلك تتشابه الأحداث وشكرا جزيلا على الاستضافة ومشكورين شعري كلمتك الأخيرة وربما الموجهة لربما مناظرين قطاع التاعكم الكشفي وكذلك لتنظيمكم وأيضا رسالة لجميع وربما حتى للسلطة بالنسبة للرسالة الأولى بالنسبة للسلطات نحن نقول إن شاء الله تكون لفتة خاصة ومرافقة خاصة لكل الأفواج الكشفية حتى تواصل المسيرة تحتها لأن أصعب شيء لربما يقابل أي إنسان هو وجود مقر للنشاط هذا أصعب شيء ما زلت بتحصلتون رسالة مقر لحدهم إن شاء الله اليوم يوجد خبر مفرح إن شاء الله مقر خاص للمحافظة الولائية إن شاء الله ونشكروا فيه كل من شاروا دبر يعني من قريبة ومن بعيد ونخلوا المجال إلى وقته رسالة للقادة اللي راهم ينشطوا نقولهم نحن العمل اللي نقوم به لوجه الله والجزاء تجدونه عند الله سبحانه وتعالى ولكن الحمد لله حتى القائد العام التانى ما يقولون فيها راهوا مدامكم تقدموا في خدمات وما عندكم مش مساعدات راهوا بإذن الله العمل انتاعكم راهوا خالص صحيح صحيح ولا لا لأنه حتى لو كان الإنسان يخلصوه يقدموه على العمل اللي راهم يقوم به موش عيب راه ولكن مدامك تقدم فيه لوجه الله وفيه ناس تنتقد فيك أعرف رك رك في صحيح لأنه لو كان ما هيش الناس بتتكالب عليك ولكن مدام هكاية الناس راهي تتحاول تقلقك وكذا أعرف بلي رك في الطريق الصحيح و رك أزعجتها النسات اللي راهم يحبوا يحطموا أي شي جميل في هذه البلاد نعم هذا العنيل يستطيع تتحدث للقادة أولا يشاك الهو يؤلمون ماذا تتحدث لي تتحدث لك ومن خلفك لنهك و lovers ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على المستوى الرياضي فهو رجل رحمه الله كان بإمكان مش يكون عندنا زيارة له في برنامج التحريف دي هافتكم ولكن تشاء الإقدار إلا أن يرحل علينا هذا الرجل ومثله الكثير أشكركم مرة ثالثة شكرا جزيلا على حضوركم وعلى شرحكم وعلى هذه الرسالة الجميلة في يومكم الوطني يوم الكشاف أو الذكرى الوحدة الثمانين لليوم الوطني الكشاف أشكر كذلك كل من تبعنا وشهد معنا هذه الحصة وأدل برأيه وأفكاري مهما كانت متباينة من حيث الكشافة فعيلتها وعدم فعاليتها أيضا أشكر على العارض التقنية فتح الشايب وهذا أحمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الغد سوف يكون الفوروم الثاني حول مع الكشافة الإسلامية الجزائرية فانتظرونا غدا مساء على الساعة السادسة ونصف أشكركم جزيلا شكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة